يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله ذكر الشيخ حمد الأنصاري رحمه الله في كتابه مسائف العقيدة في تفسير الفاتحة ذكر الشيخ حمد الأنصاري رحمه الله في كتابه مسائف العقيدة في تفسير الفاتحة أن التوحيد أربعة أقسام وذكر الكسم الرابع وهو توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف يوجه هذا؟ نعم هذا يذكره بعضهم يذكر أنه نوع الرابع ولكن في الحقيقة أنه ليس من التوحيد وإنما هو من الاتباع والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقال توحيداً توحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة وهل يقال أن الذي يعص الرسول يكون مشركاً الذي يخالف التوحيد يكون مشركاً لكن الذي يخالف الرسول يكون عاصياً ولا مشركاً يكونوا عاصياً نعم فالشيخ حمد مشى على ما ذكره بعضهم ولكن فيه هنا الله نعم